بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلوب الصف الثاني الثانوي على ما سهلا بكم معكم مستر عمر مديان ان شاء الله النهاردة ده الفيديو رقم اثنين في شرح الدرس الاول وهو اللي هو بتكلم على المرة اللي فاتت اخذنا على اللي هو مفهوم عملية التغذية واخذنا النوعين الاساسيين بتوعها واتكلمنا على بالتفصيل وعرفنا بعض الكائنات اللي هي بتتم فيها وكلنا احنا رجعنا لمنهج سنة اولى بحيث ان احنا تذكر بعض الكائنات زي السيانوبكتيريا والليبيلينا والدينفلاجالاتا والجرين زي الكروميديمونس والسبيروجيرا وطبعا اللي هو البيلانس ودي تعتبر او اكتر الكائنات اللي هي بتقوم بعملية عن طريق تمام نهاردة ان شاء الله هنتكلم على الهيدروتروفيك نوتريشن ويريد تجاهزه الان بتاعكم عشان هنضيف تفاصيل كتير جدا جدا متعلقه بالجزء ده ان شاء الله اول شي ان شاء الله هو عوز يوصف لي مين هما او بنقول عليهم بالاختصار اللي هما يبقى اللي هي الكائنات دي بتقوم بتغذية اسماية هاتروتروفك نترشان. بقى الهاتروتروفك او الهاتروتروف بيقوموا بعملية اول حاجة هما مزي اللي هما لقى لأنه هما بيقدرش يصنعو غذائهم جوه اكسامهم لكن لازم يحصلوا عليه من مصدر تاني. فقال هي عبارة عن كئنات الحية. بيحصلوا على غذائهم من اجسام الكئنات الاخرى. هي ايه الكئنات الاخرى. طبعا احنا هنأخذ ان شاء الله حالا انواع لي وهنعرف ان عندي اللي هو كائنات بتاكل نباتات بس تمام فممكن ده يتغذى على فقط تمام زي مثلا الدير اللي هي الغزالة تتغذى مثلا على اللي هي او اللي هي العشاء كذلك نفس الحكاية وهكذا تمام او ان الكائن ده يتغذى على اللي هي تغذت على يعني مثلا ييجي ده ايه اكل الدير اللي هي كانت بتغذى قبل كده على طب المثال برضو اخر شهير اللي هو الهيومان ده مثلا هيكل الكاو او البافلو اللي هي برضو كانت بتتغذى على وبس الانسان في ميزة تانية ان هو ممكن يأكل ده وممكن يأكل على طول اللي هي او او اي حاجة من اللي هي لكن السؤال هنا بقى ايه هي مواصفات الغزاء او اللي بيحصل عليه الهيتروتروفز من خلى بالك في الامثال اللي انا شرحتها كان دايما اللي هو الحاجة اللي بلجأ لها في النهاية هي ايه ايه او اللي هي البلانت ده كان في كان بياخد سيمبل رو انورجانيك اللي هو السابستانس وبيمساعدة اللي هي الفوتو السينسسس وطبعا بيبقى فيه كاربون ديكسايد وووتر فالسيمبل بتحاول كومبلكس صحيح والانورجانيك بتبقى اورجانيك واللو انورجي بتبقى اللي هي هاي انورجي وكان عندي الامثلة اللي هي الكاربس والليبيتز واللي هو البروتين فكون ان انت بتتغذى عن نبات يبقى ازا انت حصلت على الاكل ده بشكل جاهز تمام زي الدير حصلت على الغذاء من الجراس في حقيقة كومبلكس اورجانيك اند هاي انيرجي فوت سابستانس اللايون اتغذى على الدير اللي هي اتغذى على الجراس تم هو ديت نقل اللي هو المواصفات الاكلة دي تنقلت لجوه الدير والدير اكلها اللايون يبقى خلي بالك الفوت اللي احنا بنحصل عليه من باديس اوف ليفنج اورجانيك بيكون عبارة عن ايه هاي انيرجي كومبلكس انت شوفوا كلمة ريدي اورجانيك فوت سابستانس زي البروتينز والكاربويدريتز و اللي هو اللي هو اللي بيت يبقى دام مواصفات بتاع الاكل اللي هيتروترافز بيحصلوا عليه هاي انيرجي كومبلكس اند ريدي اورجانيك فوت سابستانس طيب عشان استفاد من الاكل وطلع الهاي انيرجي اللي موجودة فيه فبيقولي لازم يهضم اللي هو الكائن اللي تغذى عليه عشان عملية التخزين طب ده بيحصل ازاي وازاي ده موجود فيه كائنات اخرى او اللي هو كائنات اخرى بتقوم بعملية الهضم ازاي تعالوا اما نشوف كده ايه هو الموضوع تلك كده بالتفصيل ان شاء الله اول حاجة شباب لازم نعرفها ان اي عملية بتحتاج انزيمز اللي هي عملية اللي هي اه الهضم يحتاجها الانزيمات زي ما ندرس ان شاء الله في شابتر وان بازن الله لما نجي ناخد في اللي هو بالنسبة الهيومان تمام ومن الهيترو بيتقسموا لثلاث حاجات اللي هي الكائنات غير ذاتية التخزين في حاجة اسمها تمام اللي هو بيتقال عليه كده غير ذاتي عضوي طب هو ايه ده غير ذاتي عضوي هنقول حالا بارازايت اللي هو متطفل طب سابروفايت مترمم واضح ان كلمة مترمم دي كده اللي هي جاي بتروح لحاجة مفنة يعني تمام رمة تمام يبقى مترمم انما متطفل ده شخص سائل ما بحبوش تمام طيب هنسيب دول تلوقتي ونرجع له الهولوزايك اللي هو الغير ذاتي العضوي قال لي ان الهولوزايك ده في منه انواع كتيرة حاجة اسمها هيربيفورس وده يتغذى على البلانت اللي هي دي بتقال عليها اكلات عشب الهيربيفورس والامثل عليها دي مثال زي الدير اللي هو الغزال الكاو والبفالو على سبيل المثال اوكي ده ما يقدرواش ياكله غير في كارنيفورس او بتقال عليها كارنيفورس في بعض الاحيان الاسبالينج نفسه يتغير قال لي فيد اون انيم الفلاش دي اسمها اكلات لحوم تمام دي زي اللايونز زي زي اللي هي الكاتس يعني الكاتس بتقول اللي هي اللحوم بس في الغالب تمام امنيفورس ده بقى بيتغذى على الاتنين على الانيمالز وي البلانتس ودي طبعا اشهر مسال عليها اللي هو الهيومن تمام ممكن نضيف كمان يا ولاد حاجة اللي هي اسمها انسيكت فورس اللي هو اكل حشرات ماشي زي اللي هو الانفد تمام وكمان عندي لو تفتكروا في النباتات اللي هي تعتبر انسيكت فورس اللي هي كانت اسمها اه الديونيا والدروسيرا او الدروسيرا تمام اللي هو كاز الحشرة تيجي تقف عليهم وبعد كده يروحوا متلعينها وبعد كده يروحوا بقى شوية انزيمات يهدموها ويحصلوا على البروتين منها لان النباتات دي كانت بتلاقي صعوبة في ان هي تسحب البروتين من اللي هي الصائب يبقى الهولوزويج في هيربيفورس كارنيفورس واومنيفورس واستي برضو لحد الوقت مستر مجاوتنيش يعني كلمة غير ذات عضوي بصوا يا شباب كده وركزوا معي الهولوزويج ده اللي هما الغير ذات عضوي ممكن تقول ان هي كائنات من اول الاميبة تمام طيب بتعمل ايه بقى اللي هي الكائنات دي كائنات دي في عملية التغذية بتاعها بتمر بكزا مرحلة اول مرحلة اللي هي اللي هي عملية الابتلاع تمام اللي انت تبتلع الاكل او ان انت تبدأ تدخله في الفم عشان تقدر تاكل الاكل ده بس اهل الاميبة عندها فم اقول لك لا ثانية واحدة هنرجع لها ان شاء الله وبعد كده العملية التانية هي عملية اللي هي عملية الهضم اللي احنا قلنا بتعتمد بنسبة كبيرة على وجود انزيمز تمام وقابلها طبعا ان انت تكون اه مضغط الاكل بشكل كويس او اي كائن تاني بيعنده اسنان يمضغ الاكل بشكل كويس بعد ما تنتهي عملية الديجسشن والله الاكل بيكون ليه مصير من الاتنين يا اما يكون ديجستد اللي هو تم هضمه بالفعل تمام وتحول ليه اما يكون ان ديجستد اللي هو غير مهضوم فضل على نفس اللي هو الحجم او فضل كبير المهم من ان ديجستد ده هيروح للعملية التالتة اللي هي عملية الابزوربشن عملية الامتصاص وبعد كده الابزوربشن ده معناه ان او الموازيات اللي طلع من الطعام بتروح لي اللي هو الدم وبعد كده تخش عشان استفاد منها في عمليات سواء اللي هي كانت او يعني انا ان انا ابني بيها او يعني انا اخرج من اعطاقها طب لو هتبقى طريق تاني في نفس العملية يعني ايه يعني الاكل لو تخضم يبقى العملية التالتة بالنسبة لك هتبقى ابزوربشن طب لو الاكل ما تخضمش العملية التالتة بالنسبة لنا هتبقى حاجة ولاد اسمها اللي هي عملية الاخراج تمام او بيقال عليها مش هنقول اخراج هنقول تبرز معلش لان الاخراج ده موضوع تاني هندرسه الترمي التاني بالتفصيل معلش اللي هي عملية التبرز او خروج البراز البراز ده اكل يوزلس اللي هو عديم الفائدة بالنسبة لي ماشا شباب يبقى كلمة هلو زواك هو الكائن اللي هي قدر يقوم بالموضوع ده وده طبعا بينطبق على الانسان وعلى الماملز او الساديات التانية وهي امثلتها مثلا عندي وخلافه تمام طب سألنا من ساعة عمالك كلم عليها اللي هي الاميبة هل الاميبة بتقدر تعمل بالانجسيان وديجسيان وعملية اللي هي الامتصاص او ممكن اللي هو تخرج حاجات من جسمها اقول لك او ممكن تحصل انا عندي شكل الاميبة سيل او اللي هي خلية الاميبة طبعا احنا عرفنا ان هي بتتحرك بحاجة اسمها السيدو بودز اللي هي الاقدام الكاذبة وان هي بتعتبر لان موجود فيها موجود داخلها المادة الورصية المهم ودي كانت اللي هي طبع كيندم بروتستا اللي هي الاطلاعيات على ما انتذكر هنا بيقول لي اول الحاجة دي يعني اللي هو عملية الابتلاع بعد كده اللي هو طلعت انزيمات عشان تساعد فيها عملية هضم الغذاء تمام هنا بيقول لي يعني اللي انت طلعها بعد هضم الاكل ممكن تعمل منها اللي هو غلوكوز وده مهم لانتاج طاقة ولو في وست بروتكس سيحصل لها جسد ان هي تخرج برا الجسم او اللي هي تسرب برا الجسم وهي بتبقى في اغلب الكائنات اللي هي عملية او اللي هو تبرز اللي احنا قلنا عليها تماما شباب دي حاجات ممكن تعمل انفكشن لالانسان او تصيب الانسان وتعيش في الانتستين بتاعه وتسبب له مشاكل كبيرة كذلك هاولاد اللي هي الاميبة تعتبر غول بالنسبة للبكتيريا تمام وده ان شاء الله تقابلكو في سنة ثلاثة السنة ولما نجي ناخد موضوع اللي هو او اللي هي الحرقة اه اللي هي نحية او اللي هو الحاجة اللي انا عاوز اعمل لها او التهم تمام يبقى تخلي بالنا من موضوع ده ان الاميبة تعتبر بسبب ان هي بتقدر تقوم بالتلات مراحل واللي هو بعد كده يحصل تمام يبقى كده خلصنا اول نوع اللي هو كنوع فرعي من ندخل بعد كده على موضوع او اللي هي علاقة التطفل اولا الشخص المتطفل شخص غير مرغوب فيه ده في حياتنا العادية صحيح كذلك او الطفل ده برضه اللي هو كائن غير مرغوب فيه علاقة او اللي هو التطفل دي بتعتمد على وجود كائنين حيين كائنين حي يعني مش كائن حي والتاني ميت لان الكائن حي والتاني ميت دي اللي هي تمام طيب اللي بيحصل بيكون فيهم اللي هو الكائن المتطفل ده اللي هو اسمه اللي هو التفيل واللي هو بيصيب كائن حي اخر اسمه هل الهوست ده لازم يبقى هيوان بس لا يا شباب احنا بندلس بايولوجي تمام ممكن الهوست ده يكون اساسا حشرة زي اللي هي الانوفلس الانوفلس اللي هي النموسة بتاعنا تمام طيب ممكن يبقى فش اللي هي سمكة متطفل عليها بارازايب تمام ممكن يبقى كاو عايش جواته في المعين وبرضو الاشهر اننا يبقى عندي الهيوم والبارازايبس في بقى لهم انواع كتيرة او امثلة كتيرة تمام طيب من اشهر الامثلة ولان احنا دايما بنحب نقرب الامثلة اللي هو الامثلة لزهننا فانا استخدم طبعا اللي هو ايه الهيوم احنا مسلا انسان بيصيبو بعض اديدان زي دودة الاسكارس تمام دي بتعيش في الامعاء بتاع الانسان واللي بيحصل بيبقى الاكل حصل له بالنسبة لي الهيومن فهي تروح ايه وكلها على طول تمام فالاسكارس دي بتسمى البرازايبس تمام واللي بيتصيبو هو الهيومن ده بيسمى ايه شباب بيسمى الهوست اللي هو العائل تمام عائل يعني بيعولها كأنه اللي بيربيها بس اصلا هو مش حابب وجودها تمام البرازايبس ده اولاد جيتس بنيفت يعني ايه جيتس بنيفت هو اللي بيحصل على المنفعة ليه لانه بيأكل او بياخد الدجست تفود اللي انا كانسان هضنطوله بالفعل ففي الحالة تيه الانسان هيبدأ يصاب بالانيميا فيبقى الانسان او الهوست هو اللي حصل له ايه هارمد اللي هو حصل له ضرر كذلك من الامثلة التانية في عندي البلهاريسيا وورم اللي هي ديدان البلهاريسيا دي برضو بتعيش على الانسان وبتتغزى على الكبد بتاعه على فيبقى البلهاريسيا دي بتصنف على انها البرازاييت وهي اللي بتحصل على المنفعة انما هو الهوست هو اللي بيحصل له اللي هي عملية تمام وطبعا فيه امثلة عديدة وكتيرة جدا بس لازم نعرف ان فيه اساسا حاجة اسمها برازاييت وحاجة اسمها والاتنين هما الطرفين او تاع عملية البرازاييتزم وزي ما احنا شايفين يا شباب فيه مسال برضو اخد نفسنا اولى كانت فيه حاجة اسمها اللي هو العلاق الطبي زي ما احنا شايفين هي كده تحاول تلزق على الجلد عشان تقدر ان هي اهيه هنا بيقول اللي هي بتحاول تتغزى على دمه عشان تحصل على النيتريامس منه ويبقى هنا عندنا سؤال هل بتحدث عملية البرازاييتزم فقط فيه اللي هي الانمن ويرلد اللي هو عالم الحيوان وكمان اتباطه بالانسان ولا بتحدث كمان في البرازاييتز قال لك لا برضو ده فيه بارازاييتزم في البرازاييتزم في حاجة عندي اسمها اروبانش خلي بالكم من اسم النبات ده اسمه نبات الهالوك طب بيعمل ايه النبات ده ده نبات متطفن نبات ريزل برضو بيروح يتطفن على نباتات غيره تمام يعني انا مثلا اذا شفت كده على جوجل اه وجيت ان انا شفت ادور على الاوربانش تمام هتلاقي الاوربانش ده بيبقى نبات بيمد جزوره عشان يتغذى على اللي هي النوتريانس اللي بيخطصها نبات اخر تمام او اللي بينتجها نبات اخر شوف ونفهم مع بعض مهارة البحث مهارة كويسة اه وشباب ان انتو برضو اه لو عملنا زوم ان كده عشان نقدر نشوف تمام تمام ايه ما بانتش ده اختفت اكتر ايوه تمام زب احنا شايفين كده اه شباب هنا بيقول عندي حاجة اسمه اوربانش ماينور لو احنا جنا نبص ادي هو اللي عندي في النص ده 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 النبات المضيف او بتقال عليه العائل ده طبعا اهو يبقى قام هتلاقي الاوربانش بدأ ان هو يمد بتاعته او الجزور بتاعته بحيث ان هو يبدأ يتغذى على اللي هي المغازيات من او ياخدها من اللي هو ده وبعد كده اللي هو تساهم فيه عملية اللي هي نمو تمام فاذا ده نبات من النباتات اللي بتقال عليها مع الشباب اذا عملية موجودة في وموجودة في تعالوا بقى ناخد اخر نوع من اللي هي متمثلة في اول بتقوم بها الكائنات اللي مسموم او احيانا بيطلق عليهم اللي هي الكائنات المحللة اللي هي علاقة الترمم دي بتعتبر علاقة بين واحد فيهم اللي هو بيكون متمثل في السابروفايت هو الكائن المترمم والتاني اللي هو كائن مية قطة ميتة ورقة نبات وقعة دودة ميتة اي حاجة من ده مين بيتغذع مين اكيد بديهة الليفنج بيتغذع على الداد طب هو بيبقى محتاج ايه من الداد؟ بيحتاج منه اللي هي المواد العضوية اللي في جسمه وكزالك على بعض اللي هي او اللي هي الحاجات عناصر زي الكالسيوم زي الايرن او غيره طب ازاي اللي هو السابروفايت ده هيستخلص من الداد اورجانيزم ده قالي برضو عن طريق افراز انزيمات تنزل تحلل الداد اورجانيزم ده وتستخلص منه اللي انا قلت عليه كله طبعا عندي امثلة كتيرة في اللي هي الفانجاي على وجه التحديد عندي مثلا بريد مولد فانجاس اللي هو فطر عفن الخبز تمام بس طبعا بالنسبة لي العيش ما يعتبرش اللي هو ويعتبر يعني حاجة اه تمام طيب مهم المشروم ده اللي هيوضح المسال اللي انا عاوز اقوله اكتر قد المشروم فانجاس وفيه حاجة اسمها مايسيليم او اللي هي بتقال عليه احيانا الهايفا اللي هو غازل فطري او خيوط فطرية عشان يثبت نفسه فيها في تربة او المكان اللي هينزل عليه المهم انها اللي حصل هنا ده راح ليه او اللي هي ورقة نبات ميتة يعني الكائن حي وبقى دلوقتي ميت هنا لو عملت زوم هتلاحز ايه هتلاحز ان انا هنا الفطر بدأ يخش على الانسجة بتاع الورقة دي الانسجة بتاع الورقة او بتاعها وقد الخط بتاع الفطره فبدأ يطلع ايه اولاد بيطلع حاجة اسمها بدأ ينزل فيها انزيمات ايه بقى فكرة الانزيمات دي انه هو يبدأ يعمل لها تحليل او تمام فيروح ميطلع اللي هي اللي فيها وكمان اللي هي اللي محتاجها او اللي هي بعض الملاح او اللي هي الكالسيوم او كده زي ما احنا قلنا عليه قبل كده من شوية تمام يا شباب يبقى ازا دي عملية اللي هي او كائن حي بيعيش على او بيتغزة على كائن غير حي تمام طيب فيه معلومة مهمة جدا هي البكتيريا البكتيريا احنا قلنا قبل كده ان هي في منها انواع اللي هي ذاتية التغذية زي السيانو بكتيريا اللي كان عليها مثال اللي هو طيب فيه عندي نوع اخر من البكتيريا وده يمكن الا انها انطقتر، لكن الاشم الاشمل او الاعم اللي يسميها سابروفاتيك بكتيريا اللي هي البكتيريا المترممة يبقى اذا انا امسا انا فقطaturaw Hecreatic بمنها اغلب البكتيريا كاااة ا زي ما البيات اAut splitting في كمثل ا teşekkür Deus اغلب البيات بanbulanca سيرى اوتوتروفك لكن هناك من نوعها بريضايات يسببائها اوتوتروفك طب والبكتيريا تصع bur которых اوتوفيك سيمكن دي death exactly وهكذا كده كانتها بالتحالة بما يظ표 الهيس ي calamit وبكده بفضل الله وتوفيقه خلصنا اللي هم المقدمة بتاع الدرس اللي متمثلة فيه طيب بعد كده ايه اللي هيبقى موجود عندي طبعا انا في باقي الدرس الاول هدرس الميكانيزم بتاع هلها كلها لا امال ايه جزء منها متمثل في عملية وهنعرف الطرق المختلفة اللي بنتص بها النبات المية والاملاح هم مهمين ليه طبعا مهمين عشان عملية عملية البناء الضوئي صحيح اللي هي بقى ندرسها بالتفصيل في ودول هم الشقين بتوع تمام لان طبعا نبات بيبقى محتاج اللي هو الحاجات دي من طربة مع ثم في الدرس التاني نعرف اللي هو وهتبقى اللي سن الاخير في ده اللي هناخد فيه زي ما قلنا قبل كده اللي هو ان شاء الله بكم استفادتم من الفيديو وتمنى دعوكم اصدقائكم مشاركة في القناة والاستفادة من محتوىها وبإذن الله آآ برضو المحتوى يبقى وتوفر على تطبيق هايبقى ده الاسم بتاعه ازا حابين تنزلوه من على جوجل بلاي وهيبقى وتوفر آآ قريبا على اللي هو آآ او اجهزة اللي هي الايفون بإذن الله آآ شكرا لكم آآ كان معكم مصر عمري مديا نسألكم دعو الولد والجميع والتنزل من برحمة واختروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة